لعية سبعة أشخاص مصرعهم وجريحة آخر في حادث استدام بين حافلتين بين بلدية حجوت وبلدية دعمر وبالضبط بمنطقة تملاط ولاية تيبازا الحادث وحسب الحماية المدنية فقد نجم عن استدام بين حافلة نقل الطلبة وحافلة صغيرة وحسب مصادر النهار فإن الحافلة الصغيرة كانت للنقل عمال للمنطقة في حين كانت حافلة نقل الطلبة في طريقها لنقل الطلبة من بلدية دعمر